ما يحدث لليعبي ليفربول المشاركين في كوبا أمريكا وكأس الأمم الأفريقية في الوقت الحالي سيؤثر عليهم الموسم المقبل كان هذا تعليق روبي فاولر الصورة الريدز على مشاركة لعبي فريق الأحمر في المسابقة القرية ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجين كلاوب سيكون في مأزق مرتقب نظرا لمشاركة خمسة لعبين من أعمدة الفريق في بطولتين كأس الأمم الأفريقية وكوبا أمريكا وبالطبع سيكون موسم ليفربول مليئا بالأحداث بداية من مواجهة منشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية في الثلاث من أبغسطس المقبل بجانب افتتاحية الدور الإنجليزي أمام نورج سيتي بالإضافة إلى مباراة تشالسي في السوبر الأوروبي والتي من المقالر أن تقام في الصنبول في الرابع عشر من الشهر المقبل صلاح بطل الأزمة في مسابقة كأس الأمم الأفريقية ضمن المنتخب المصري بقيادة نجمه محمد صلاح مقعدا في دور ثمن نهائي البطولة عقب تصدر مصر المجموعة الأولى صلاح عليه ضغوطات كبيرة بحسب ما كشف عنه فاولر نظرا لإقامة البطولة القارية على ملعبه وبين جماهيره ما سيكون دافعا كبير للتتويج باللقب الوضع مشابه أيضا للنجم السنغالي ساديو ماني والذي اقترب من قيادة منتخب بلاده لتخطي دور المجموعات حيث يأمل نجم أسود تيرانجا لقيادة منتخب بلاده للفوز باللقب ماني كان قد أدل بتصريح قبل بداية البطولة بأنه يفضل الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية عن اللقب الذي حققه مع ليفربول دور أبطال أوروبا من أجل جماهير السنغال اللاعب الثالث في البطولة والذي يمثل ليفربول وهو الدولي الغني نابي كيتا حيث ينتظر لعب وسط الريدز مصير منتخب بلاده نظرا للمنافسة على أفضل ثوالثة من أجل الصعود للدور التالي واستكمال البطولة وبالطبع سيحتاج لعب ليفربول الثلاثة لراحة لما يقرب من ثلاثة أسابيع حيث من المقرر أن تنتهي البطولة في التاسع عشر من الشهر الجاري وإذا استمر أي لاعب من الثلاثة ما يعني غيابه عن بداية موسم ليفربول نظرا للراحة التي سيحصل عليها ثنائي البرازيل سيكون ثنائي ليفربول أليسون بيكر وروبيرتو فرمينيو لاعباء المنتخب البرازيلي في مهمة قرية مع منتخب بلادهم في مسابقة كوبا ماريكا منتخب البرازيل ضمن أن يلعب مبارتين بعد وصوله لنصف نهائي أقب الفوز على منتخب باراكوي 4-3 بركلات الترجيح أقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبية المباراة الأولى للبرازيل أمام الأرجنتين في نصف نهائية حيث ستقام المواجهة المرتقبة فجر الأربعاء المقبلة وهنا سيكون أمام منتخب السيريساو طريقين الأول وهو الوصول للنهائي والذي سيقام يوم الأحد المقبل أو اللعب على تحديد المركز الثالث والرابع والتي من المقرر أن تقام يوم السبت وعلى العموم لن ينتهي الثنائي أليسون وفرمينيو من المهمة الدولية قبل السادس من الشهر الحالي ما يعني حصولهم على راحة سلبية لن تقل عن ثلاثة أسابيع بعد موسم شاق لتنائي مع ليفربول بجانب المباريات الدولية وفي حال حدوث ذلك سيكون من الصعب مبدئيا مشاركة أليسون وفرمينيو في المباراة مانشستر سيدي بكأس الدرع الخيرية ما يعني تعرض كلوب لمأزق سواء على صعيد حراسة المرمى أو المستوى الهجومية ترجمة نانسي قنقر